هذا هو تواصل مصر جهودها الحثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من خلال الوساطة ما بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيلة وبالتوازي مع هذه الجهود تشدد مصر على رفضها لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية عن طريق مخاططات تهجير الفلسطينيين التي يدعو لها مسؤولون إسرائيليون موقف مصري راسخ في الدفاع المستمر والأبدي عن القضايا العربية وفي مقدماتها القضية الفلسطينية التي تعتبرها القاهرة القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط موقف القاهرة الثابت برفض العدوان الإسرائيلي على غزة يستهدف إيقاف هذا العدوان والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل ومن ثم التأسيس لمرحلة جديدة تفضي لحل نهائي عادل يحفظ حقوق الأشقاء الفلسطينيين في دولتهم مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية الامتداد الطبيعي للموقف المصري يستلزم تجديد التأكيد على ثوابت تجاه القضية الفلسطينية التي بدلت مصر في سبيلها كل غال ونفيس ليكون جزء من الدفاع عن هذه القضية العادلة هو نفي القاهرة القاطعة لما تداولته بعض وسائل الألام الدولية بشأن الأداد لتشهيد وحدات لأواء الفلسطينيين في المنطقة المحاذية للحدود مع قطاع غزة وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي مصر شددت على أن موقفها الحاسمة بالرفض التام لأي تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه لا رجعت فيه لما في ذلك من تصفية موكدة للقضية الفلسطينية لافتة إلى أن التهديد المباشر للسيادة والأمن القومي المصري خط أحمر وأن القاهرة لديها من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة مصر التي تمتلك من الحكمة ما يكفي إزاء مواقفها السياسية أكدت أنها لا تتخذ على أراضيها أي تأيراءات أو تحركات تتعارض مع موقفها المعلن كما أنها لا تعطي انطباعا يروج له البعض زورا بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية وفي وقت يعلم فيه القاصي والداني أن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني في هذا الوقت ذاته تشدد مصر على أنها لا يمكن أن تكون طرفا في ذلك ليس ذلك فحسب بل إنها ستتخذ كل ما يلزم من أجل وقف جريمة الحرب هذه ومنع من يسعون إلى ارتكابها مهما بلغ الثمن ترجمة نانسي قنقر